طيب خلونا نختم الجزء الأول من حلقتنا النهاردة يا حضرات بهذا التقرير عن الفيتنس ونتعرف من خلال كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الأهلي فرع الجزيرة على مجموعة من التمرينات الرياضية اللي ممكن مارسها سواء في الجيم أو حتى في البيت تابعوا معنا حنطلع فاصل بعديه ونرجع نكمل كلام صباح خير يا كريم صباح خير نهوان صباح خير جمهير أهلي عظام صباح خير لجميع أعضانيدي أهلي بكل فروعه صباحكم جميل وبيضحك ومبسوط يا رب إن شاء الله دائما كده في فرح وسعادة دائما تعالوا نهاردة نتكلم برضو على مشكلة قابتنا الفترة اللي فاتت بالنسبة برضو للناس اللي بتشتغل فترة طويلة على المكتب وما بتلحش كمان تروح الجيم طب أنا قادر أعمل إيه هو أنا يا جماعة ما كانش بقى فيه جيم صحيحة تتروح لأ إحنا نادرين نحكس المبدأت وقول لك بالعكس انت بيتك ممكن تعمله جيم صغير في أي وقت انتعريس سواء قبل ما تروح الشر أو بعد ما بترجع الشر وطبعا ننصح أحسن أو أفضل وقت تسمعه في الفات بيرن أو الحرق عالي هو أول ما تصحى منه تمام تعالوا شوفوا النهاردة إيه المشكلات تتلخص إننا دائما الناس بتقعد على المكتب فترة طويلة بيلاحظوا أنهم عندهم راوند شولدر كده مشرين عاملين كده طيب وفي نفسه عندهم تحدد من تحت مشرين عاملين كده طيب المشكلة دي نحلها إزاي تعالوا حلان الأرض بتمارين بسيطة في البيت ممكن تقدر تحللنا المشكلة دي أول حاجة نبدأ بالكطانية أو المنطقة اللي احنا معظمنا كبير وصغير دولاتي بيشتكي منها بسبب القاعدة طبعا على الموبايل أو على المكتب هنعمل لها تمارين إزاي تعالوا معنا أول تمارين اللو هو اللورباك هنعم على وجه طبعا أول حاجة عط إيدي كده رجلية بمستوى كدفي على الأرض بطني مجدودة ظهري مجدود واطلع طلعة بسيطة واحد اثنين ثلاثة ومش رجل يبقى على الأرض أربعة خمسة ستة سرعة تمانية تسعة عشر طيب التمارين ده جماعة هنعمله أربعة جميع في عشر عدد طيب اللي عنده مشاكل في الفاكرات القطانية اللي قدر الله مثلا التهاب أو مثلا مشاكل اللي قدر الدكتور قال له هنعمل أي تمارين ممكن يعملها من الثبات كيف من الثبات هنوري بعض هطلع بأثبت كده وافضل ثابت عشرين ثانية بس استريح بعد عشرين ثانية وانزر وبعد مخلاص دي أروحه أطلع ثاني أثبت عشرين ثانية انا بعمل تمارين نفس التمارين ونفس الاستفادة بس من الثبات للناس اللي عندهم كيسس معلنة طبعا بيرجوع بالطبيب المعالج دي طيب تاني تمارين منترون منترون شولدر أعالجها ازاي ممكن أجيب ازاستين مية عادي من الثلاجة بتاعتي في البيت وامسك الثلاجتين امسك الثلاجة كده يمين احرك ايد اليمين معجل الشمال كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتشينج الناحية التانية واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر طيب التامين الثاني نفس الإزاستين معايا مش ريجلي على الارض ده اني تبقى على الارض كده واطلع يضربك اتين سنتي أو ثلاثة سنتي بالإزاستين واحد اثنين وحاول عد مقدر من المس الأرض تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حسنا 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 اذا انا ادبانسة بقى ومعندي اي مشاكل وحاولنا اعمل تامين متقدمة شوية في البيت ممكن اجيب اي طوق لو انا عندي بار مثلا او ضمبل او ازاز ما تقيلة شوية وعمل مثلا ديدلف لانه هيشغل كمان القطانية والخلفية الريجل امسك الازازتين او البار اي ان كان عندي في البيت رجلة تبقى مستوى كتفي لو هنشغل بالطول او بالعرض رجلة تبقى مستوى كتفي بطني مجدودة ضهري مفروض وامسك والرقبة تبقى صفت تبقى متنية سنة لا تريد ان تبقى بلوك تبقى مفروضة ضغلة يقصر على مفصل الجربة تبقى متنية سنة وافر الظهري وابصوا قدام انزل لحد هنا بس ما ينفعش للمس الارض وهاكده اطلع برضو بطني مجدودة هنزل وظهري مفروض زي ما انا شايفين تعالوا انشتغل بعرض سنشوفوني احسن اهو انت واحدين بالكو لانا واقف ووربتي برضو لسه متنية ما بفرداش خالص في التمرير خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر طيب الحالة متقدمة برضو عايز عامل اعمل ايه هنمسك نفس الالزاستين برضو هنشوفنا نوقف ازاي نفس اللي واقفة برضو خلاها مبدأ في حالتنا جماع اي تامين واحنا واقفين نازل مجبتي تبقى متنية والقدم بمستور كتف هنزل كده امسك الالزاستين تحت بنجي بالزبط واطلع واحد اثنين تلاتة احاول ازبط فوق ثانيتين بالازازة اكبعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وبالمناسبة اللي حتى اللي عنده اساتك لاعب مثلاً عايز يعمل موضو ده في البيت ممكن نعمله بالاستك ونشتغل نفس التمرين اللي احنا عملنا طيب الراون شوددر مش بس اقول العضلات الخلفية طبع عشان ده خطأ شائع عند البعض لازم برضو اعمل سببه اساسي ارتقاء في عضلات الضحر ويتقلص او قوة زادة ومفرطة في عضلات الصدر طب انا فوق القوة او الستريتشنج ده او الماكسمم هربترشن ده ازاي ان انا اعمله ستريتشن ازاي كده لازم عمل عضلات الصدر واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وفي نفس الوقت برضو انزل التمرين ده يا جماعة استريتشات واسترخاء في نفس الوقت بعد التمرين واحد اثنين تلاتة اربعة وحاول ااخد نفسي بطء واسترخي خالص تمانية تسعة عشرة اوكي وبكده احنا اخذنا مجموعة اربعة من التمرين المهمة سواء القطانية او القطانية وحاولت تمرين علاجية ان شاء الله بإذني في حلقات جاية وايس فشترات مع كابتن فوكس نادي الالت مع الف سلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة